موسيقى الموضوع تهجيلي ده أنا شغال عليه بقى لثلاث سنين وجبت الرقم فأول كورونا ما ظهرت خالص كانت فقيتلي فأول بلد اتأثرت من الكورونا وطبعا قعدنا وحصل بقى اللي هو الكورونا والكورونا بقى عبتنا في البيت وردقت من الصفر تاني من أول وجديد لحد ما جدت 2021 وبعد ما الأوليمبيكس اتأجلت يعني في السنة دي بقى كنا حرصين ان احنا نشارف سلسل بطورات عشان لازم عدد بطورات وقوينت معينة تجمعها عشان كانت تقدر ان انت تسافر في غير التأييد وان انت تحط نفسك في رانكينج عالي علشان تكون إليجبال ان انت تكون بقى السلسل مواصل بطور فالحقيقة ألمانيا كانت آخر بطورة عالم والحمدلله قادرنا نتلحق لان الموضوع ما كانش سهل ان انت تشارك فأي بطورة في الكورونا ومع البلاد والسياسة وكده ومع الروبين برضو الاخراصات الصحية للكورونا والحمدلله يعني كانوا سنتين صعبين جدا علينا كلنا بس يعني طول ما فيه بلان وطول ما فيه هدف قدامك انت ان شاء الله يعني هتقدر ان انت حال انت عايزه وعشان كده الحمدلله عرفتك أهل وحطيت رانكينج يعني يعني كويس جدا في المنتخب من سبع رجال في المنتخب وده اللي أهمني لتوكيو وخلاني كمان ان انا بأول مرشحين أو تاني مرشحين ان انا أمثل مصر في توكيو الحمدلله من أول 2020 الفانا جاءت الرقم وكان لسه في فبراير كانت في إيطاليا بس انها جاهزين ان احنا نضحه ونتأهل وبعد كده نشتغل أكثر على توكيو بس الحمدلله برضو انها لما تأجلت وقعدنا تاني كان برضو فيه إكسابشنس كده ان انت ممكن تروح تتمرر في حدات معينة في البيت عندك تعمل الفيتنس فده كله برضو بدينا فرصة أكبر وأكثر ان احنا نغير البلان بتاعتنا ونزبط مشكلنا ولو فيه اي حاجات تتصحح في ستايل في فيتنس حاجة فيزيكلي فيك من رقم فعلى two sides الضررينة وفي نفس الوقت نفعتنا بس نفعتنا ممكن تكون أكثر شفاية الواحد عارف برضو يأهل نفسه أكثر ويشترع على نفسه أكثر ويعرف مشكله أكثر يحسن منها والحمد لله اللي اتعصر ماله في كلام سبب الموضوع ده كبايس الاختلاحة بصفة عامة رياضة صعبة يعني رياضة ما ينفعش ان انت تيجي تعمل معسكر زي معظم ان انا بسمعها المعسكرات المفتوحة في الرياضات المختلفة ان هما مثلا بيجوا قبلها بمدة معينة ويقابل البطولة ويكازلها لا احنا عندنا الرؤية الفنية بتقول ان السباحة لازم بطول على مدى طويل بطول الوقت انت بتتمره في الاجازة ليش في الاجازة هي بس الاف سيزن بعد البطولة خالصة بتاعت كل بطولة عامة في كل سنة بباية لكن غير كده السباحة نفسها محتاج تطور من الانجورز بتاعك من الانجورز بتاعك فالحاجات دي كلها بتلعب في حاجات معينة في الفيزيك في الجسد صعبة شوية ان انت تطورها محتاج طول الوقت عمال تتمره ولو عايز تزاوي كمان في الدوز بتاع التمرين بتزاوي طبعا حسب ده الرؤية الفنية تاعت كل جهاز فاني لكل منتخب السباحة وعشان كده ممكن تلاقي ان تكسير الارقام ده على مدى الطويل صعب سنة يعني في ناس مثلا ممكن تقعد بالسنة بتكسر في سنين ده كله علشان بيحسن النجور بيس بتاعه وبيلعب على نفسه على تقود تحمله على أسبكت كتير اللي عطرهم الشحة تحتاج بغطاء أطفال فده سبب ليه لان التالنس اللي طلعت مرة واحدة او الناس اللي اشتغلوا على نفسهم جامد وكانوا في السلاحة وكانوا الكونسيستنسي برضو في السلاحة المطلوبة جدا فده ساعد بيجد ده موسيقى ده هو في الأول كانتك علاج وكان النصيحة الوحيدة للتالت لي قالت لي انت حالتك او الكيس بتاعتك صعبة ومفيش ولا حد انترناشنل ولا حد يقدر يساعد في الموضوع ده لان احنا تواصلنا مع المانيا مع امريكا وانا بقى كنت صغير ولسا بايبي وبتاع فموضوع ده كان صعب جدا بالاخر اما قالوا لهم حل هو الماء فالموضوع شوية بشوية كبر معي جدا وتطور بشكل يعني غير ملحوظ فموضوع سنة كده من السنين لقينا نفسنا بنهول بطولات جمهورية ويلا بينا عشان نشارك وجانبي وجانبي ناس عمر مختلفة وانا كنت صعي تلسل 13 سنة والحمد لله كانت اول بطولة لي بطولة بطولة برونز مادل وبعدين بدأ يبقى ايه زي الوليمبيكس بقى بطولة زي الأسوية تعلنجز بقى وبطولات ومدليات واقام دولية واقام عالم واقام تأهيلية ويلاقى موضوع بعد كده كبير ده العديدها بشكل بروقت الخيل بس لقيت ان السباحة الحقيقى زي ما قلت بحراتك ما ينفعش موقف تامريه وزيد الجامعة وزيد بقى فده فعلا السباحة كانت بطولة بطولة وبعدين حبي للسباحة برضو اكتر وتم يديني فوكس علي ممكن اي احنات كان يقول طب مصر السباحة ومصر حاجة تانية واحدة لأ لان انا لقيت ان الموضوع بتتطور معي وشكل مبحوظ ومدة وسيارة انا حتى دخلت ان امتخذ متأخر شوية بعد ريو سنة فده برضو اللي وقفني في مص بس هو الخيل اللي فعايز اتكمل فيه موسيقى 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 كما نسامع ان بطولة الوليمبكس دي مش زي اي بطولة تانية خاصة يعني ولا بطولة عالم تتخذها كل سنة ولا سيكسلة بطولات بتتشارك فيها عشان بتجمع كوينت لا الوليمبكس دي بتجمع بين يعني اول مثلا 10-16 عشر عشرين اول عالم اصرع ناس على العالم وفي الاخر بيجو في الفاينل بياخدوا اول تماني على العالم فزي ما بيقولوا الانفكس دي هي دي اللي بتقول بقى ايه كل واحد بتاعه خين فانا لما جيت بصيت في 2017 قلت طب ايه اللي انت ناصر فلاقيت ان حد انترناشنل مثلا بفكارهم المختلفة ومتقرة وكده لقيت هم يتمرموا بطوز معين من الساشنز من السومين كلاسس بجده فمتعملت الضبل على طول يعني انتوا مرام تسعى طب انا هتمرها 12 شهر انتوا بتعملوا فتنس كذا طب انا هعمل كذا وفعلا مشيت ورا البلان دي قلت يعني اكيد ربنا بطول ما الحردي بيكتهد فان شاء الله هي هيجازي خيني فلاقيت فعلا ان انا في خلال كانت بطولة العالم في لانضغ 2019 بعدها ما طلعت منها مكونتش متاهل لتوبكي طبعا دي كانت صدمة جديرة اللي هي وبعدها كانت بشهرين هي البطولة دي اللي انا هشوف فيها المؤشرة وفعلا من بطولة لندن لبطولة الجمهورية تحصرت الكامل من السومين الغير طريعي ولقيت ان فعلا هي ان انت تتشينج او تتشينج يعني او تتشينج وتحط الجول المظبوطة فلايما طول ما انت حابب حاجة تنص كده حاطتها قدامك البلان هي اللي لازم تتغير ففعلا لقيت ان البلان لازم تتغير مع جهة حاس فني قوي وبدعم اللجنة القرالينبية وبدعم الازيار الشرب ورياضة وطبعا السابورت الاول والاخير لشركة اليونز فكل ده الاسبكت دي كلها وكل الفروع دي لما انجمعت مع بعض كلها فالحمدلله ساعدتني جامد جدا ان انا اوصل للحاجة اللي تقرر كل اربع سنين والمرة دي قررت خمس سنين فالحمدلله وصلت ان انا عايزة الحمدلله احنا تعبنا واحنا مرانا جامد وعملنا كل اللي علينا والحمدلله كان مرانا جهاز فني قوي ومصر كلها كانت مرانا وبتشجعنا الحمدلله ودلوقتي جي بقى اللحظة اللي انا احط فيها كل جهدي وكل ما بازلت يعني حتى بيقولولي بيقولولي قبل ما تخش السباق يمتع على البلاك الستارت بلاك قبل ما تنزل المية تخيل كده فلاشبك لكل اللي حصل لك قبل كده السنين اللي فاتت وطلع غير لك بقى في المية يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني اشرفت ان شاء الله اشتركوا في القناة